كما أقرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالات هدفية على مدر يومين مع وزراء خارجية كل المنى السودان والسعودية والعراق والجزائر والأردون وجبوتي وكينيا وأوضحت وزارة الخارجية أن الاتصالات مع الوزراء العرب جاءت في إطار التشاوري وتنصيق المواقف والإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب حول كل من السودان وسوريا والمقرر عقده في السابع من مايو الجاري كما أشارت الخارجية إلى أن الاتصال مع وزير خارجية كينيا جاء في إطار التشاوري والتنصيق اتصالا بالأزمة السودانية خاصة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار وسبول تعزيز ودعم نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الإشقاء في السودان